تمسك بالدين عبوا عليه بالنواجد محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هلك فمن هذي لصادر مستقيم فليتمسك يمنة إفراد ويسرة تفريط لا تغلو ولا تجفو لا تكون مرجيا ولا تكون خارجيا لا تكون معطلا ولا تكون ممثلا لا تكون لبراليا زنديقا منحلا ولا تكون تكفيريا تفجيريا غاليا وإنما عليك بالجالة الوسطى وقل يا ربي سلم سلم لأن مزلق عظيم أقوام كانوا من بيننا لهم لحا ويقصرون الثياب ويصلون معنا ويدينون بالآخرة والقرآن والسنة واليوم ملاحدة ملاحدة لا يصلون ولا يصومون ويشكون حتى في الخارق عز وجل من الذي قلبهم قلبهم مقلب القلوب سبحانه وتعالى فعلى الإنسان خاصة في إزمان الفتن وغلبة الهوى وقلة القدوة ما عليه إلا أن يقول يا ربي سلم سلم مثله بعض هذه السنة بالرجل الغريق معه عود هذا العود هو رأس مالك هو طوق النجاح كما يقال السنة سفينة نوح هذا العود معك إذا ركد الزمان وهدأت المقالات أنت راكد فإن تحركت وماجت الفتن وتعزت الأقوال وجاء شخص في مقالة شنيعة وبشعة وهاج البحر إيش تصنع تطلق هذه الخسبة أم تتشبث فيها وتقول يا ربي سلم سلم يا ربي سلم سلم حتى تنقشع هذه الفتنة اليوم كل يوم نصبح ونقول يا ربي سلم سلم كل يوم في تويتر واحد جاء بنا باقعة والآخر أتى بمصيبة وهذا يشكك في القدر وهذا يشكك في التوحيد وهذا يشكك في السنة وهذا يشكك في الحجاب وهذا يشكك في الأذان وهذا يشكك كل يوم مصيبة فأنت كل يوم قل يا ربي سلم سلم يا ربي سلم سلم حتى متى حتى تفيض هذه الروح فأنا سأل الله يتبذن وإياك والله يا أخوان ما ندري ما الذي يحصل لنا أخذركم شباب ربما يعمر بعد ذلك خمسين سنة أربعين سنة ما أصبر هذا القلب هل سيتبت حتى يتوفى الله أم تتخطفه الشبهات والشهوات قلوب تتقلب أوراق يابسة تسقط من شكلة الإسلام ينحذفون عن دين الله عز وجل فأنت افزع إلى الله فزع الغريق كما جاء بعض الحديث في آخر الزمان لا ينجل مؤمن إلا دعاء بالنوم دعاء الغريق